ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله رعب بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى internائب الأول رئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية هذا اليوم بقصر الزيبية وفي بداية الجلسة هنأ المجلس القيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة بمناسبة اليوم الوطني المجيد وعيد الجلوس لجلالته والاحتفاء بذكرى شهداء المملكة لما قدموه من تضحيات في سبيل أداء واجبهم الوطني وأن المجلس القيادة الحكيمة بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة مشهدين بالدور الوطني والمشرف لشرطة البحرين والجهود التي يبدلونها خدمة للوطن وللمواطن وخلال الجلسة رحب المجلس باتفاق باريس والذي أكد ضرورة المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية ورحب المجلس بنتائج أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود والتي جاءت لتؤكد على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وإقرار قمة الرياض للرؤية الشاملة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي هذا وقد وافق المجلس على مذكرة بشأن مشروع قرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام والرسوم الخاصة بتراخيص أنشطة النقل العام للشركات والمؤسسات والأفراد بعدها وافق المجلس على مذكرة بخصوص مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين ومؤسسة خليفة بن زايد الهيان للأعمال الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء معهد تعليم وتدريب مهني في مملكة البحرين بعدها وافق المجلس على مذكرة بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات تقرير دوان الرقابة المالية والإدارية حيث وجه المجلس إلى المواصلة بمنهجية العمل التي انتهجتها الحكومة في السنتين الأخريتين وذلك وفق ما وضعته اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أسس والتي أدت إلى انخفاض عدد الملاحظات من 404 في عام 2013 إلى 276 أي بنسبة انخفاض تصل إلى 38% واطلع المجلس على نتائج التحليل الذي أعدته وزارة شؤون مجلس الوزراء والذي أظهر وجود أربع ملاحظات تشوبها شبهة جنائية وسيتم إحالتها إلى النيابة العامة وثمان ملاحظات تتطلب تحقيقا داخليا حيث تم تكليف اللجنة التنسيقية باتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ بقية الملاحظات البالغ عددها 276 واتخاذ الإجراءات الإدارية لتجنب تكرارها في الأعوام المقبلة بعدها أقر المجلس تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لعام 2015 والذي يوضح الوضع الحالي للمؤسسات التعليمية والتدريبية بعدها اطلع المجلس على التغرير المقدم من وزارة شؤون الشباب والرياضة حول المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال عام 2015 بعدها أخذ المجلس علما بعدد من الاقتراحات برغبة الواردة من مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وعقب الجلسة عقد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء وأكد سعادته إلى أن الحكومة مستمرة في منهجيتها بالتعامل بكل حزم مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة حيث بلغت نسبة خفاض الملاحظات في تقرير ديوان الرقابة 38% مقارنة مع عام 2012-2013 وجاءت نتيجة لتصحيح الأوضاع وتحليلها من قبل الحكومة وأشار الحمادي إلى أن نسبة خفض المصاريف الخاصة بتوصيات فرق العمل الحكومية تتراوح بين 30 إلى 35% والتوصيات دخلت حيز التنفيذ مؤكدا أن هناك مشاريع كبرى في البحرين بقيمة أكثر من 32 مليار وستوفر تلك المشاريع فرص عمل جديد للمواطنين كما ستزيد من أفاق ريادة الأعمال في عدة مجالات هذا وقم سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر وسيعرض تلفزيون البحرين تسجيلا كاملا لوقاع المؤتمر الصحفي بعد هذه النشرة مباشرة